هذا يتدى تمشي وهذا هو بصفك هذا بصفوي ده يمشي كل شي ما بي كل شي ما بي حلو حلو زيان هس لحظة قبل قبل خلنا نفتهم هسه أكو لقطة ثانية رح يطلعون شايرين واحد من هو هذا اللي رح يطلعون شايرين هو توفي خلال عشر دقائق وطلع عم توفي من الأيادة هذا اللي طب صاح يعني شنو مثلا انجلط ومات يا ريت والله خوف رحبة ومات لو شنو يا ريت والله لو مجلوت وميت حتى على وجه تبين مجلوت وميت لعش شنو زي والله يا أستاذ قحطان مشكلتنا مشكلة شبيرة تمنى تسمعني أسمعك وناشت دولة رئيس الوزراء والهيئة النزاهة ووزير الصحة ومجلس القضاء لنحن مشكلتنا مشكلة شبيرة زي إن شاء الله من الخلال حظتك لو أصل إن شاء الله عند ألم وبطنة أخذت العيادة الدكتور سلام اللي بداخل النهروان هاي العيادة لحظة لحظة دكتور سلام بس حتى تكون واضح بالمعلومة دكتور سلام اي دكتور سلام اللي أحكي عيادتا وين لحظة عيادتا وين عيادتا منطقة النهروان بغداد النهروان بالنهروان زي دكتور سلام شنو بطنية دكتور سلام كل شي شنو كل شي وينكو دكتور كل شي والله كل شي يا مسلم اشوف كراجيت وش مكتوب بيهن؟ مكتوب مكتوب دكتور سلام كل شي؟ لا بصدق داحت شو ياك مكتوب دكتور سلام كل شي؟ والله مكتوب لك هسه اشوف كراجيت هاي عندي مكتوب باطنية أطفال جراحة باطنية أطفال جراحة يعني ما ادري هسه انا لو عندي اتصال هسه اقدر بس اخاف اخذ من وقتك كمل لي بعدين اشوف الموضوع كمل لي هسه اخوك طب على دكتور سلام بنهروان دكتور سلام كل شي طب علي صاحي دايمشي كل شي ما بيطلع ميت ليش سوى لدكتور سلام فحصب ستشينة لا اخذني سونار يلا عندك التهاب بلمعه خوش قال له مع ذلك حتى تأكد اكثر استويلي تحليل مال دم زين على ما استوي تحليل مال دم هاي اوبرا وما غذي شدهن على ما يطلع التحليل تم كمل المغذي طلع التحليل كمل المغذي سألت اخوي المتوفي قلت له هابو مصطفى شين وضعك قال الحمد لله كله زين قلت له بس يطلع التحليل اخذ التحليل اشوفر الدكتور وان شاء الله ماكشي طلع التحليل صاحة بسمنا رحت اخذت التحليل رجعت للدكتور اعتباري شوفه شاف الدكتور قال ماكشي عند التهاب بلمعه حتى بالتحليل طلع التهاب بلمعه خوش سجلي سجلي اوبرا ثمانية ايه اللي هنا نوعية يسمونها السفتراك زونة بالالف زين وسجل لمغذيات وحبوب وامبرازول من هالعلاجات هاي زين قال هسه تضرب واحدة وبعد يومية ثنين هسه من هسه راح تبدو واحدة وبعد ثنين ثنين ايه خاصة لبرمالاتك انت تعرك داخل العيادة من الدكتور السلام يعني داخل القطعة مالته المربعة هو غرفته وصيدلية الصيدلية مع العلم غير مجازة الصيدلية يعني بدون اجازة اللي قاعدين بيه ناس تربويين انا من احكي لك مسؤول على كلامي لحظة يعني شو غير مجازة يعني ما مسجله بنقابة الصيادلة لعد ليش نقابة الصيادلة من ان انا حجيت هذا الحش رفعوا على دعوة احنا اقول صيدليات ما مجازة لا صيدلية غير مجازة واللي اللي اللي يشتغلون بيها بالصيدلية اه معلمين تربويين معلمة تربوية بس ما متعينة هي اللي من يتعرف انت بنات وخريجين هو اماك تعينات يعني ما لقيت شغل بالتربية راح تطي علاج للمرضى هي تطي على الوصفة مالتهوة يعني هي مو بكيف تطي حتى الامانة غير اختصاص لعد احنا شكرتنا كليات صيادلة ليه مو اختصاص يعني اي واحد ما لقيت الشغل والله يفتهم شوية كلمتين انجليزي ويصير طبيب هاي بس بالعراق لو يصير صيدلاني هاي بس بالعراق ما شاء الله والشعب كله راح يصير صيدلانيين ماك شغل يفتحون على الصيدليات يشتغلون زين كميلي هسا الحد الان احنا ما عرفنا وين ما تخوك داخل العيادة بس لاحظة راح تجيك وين توفي اخوي اخذنا العلاج ورجعنا الغرفة الثالثة اللي بيها المضمدة المضمدة غير مجازة بزرق الابر المضمدة غير مجازة بزرق الابر بس يدوم بأحد المراكز صحة مان نهروان هاي اندربية متأكد من لعتها المعلومة ازين بعد الدوام تشتغل ويهاد دكتور هاي الابرة اللي طول من لعتها ثمانية يسمون السفتراكزون ام الالف هاي الابرة بطبيعتها سألنا الدكاتر عليها والصيادة والاختصاص يقولون هاي لو تاخذ الهتيس للمريض تضرب من عده داخل دائرة وشوف اذا اكتحسوس تتوقف من تطل العلاج يعمل اختيار الثاني تخليها بالمغذي تقطر وي العلاج اذا صار خلل عد المريض توقف المغذي وتنتهي الامور تلاحق على الحالة هاي الابنية اشقد ما اكو مراجعين وهوسة سحبتها كلها حلتها بخمسة سي سي هي لازم تلحل بعشرة وضربتها بالوريد حيلو امانة الله ورسوله لما نحتي لك انا مسؤول على الكلامي اثناء ما ضربتها ماجد منتبه وطبيعي وكلش طبيعي حتى وقل خلنا نروح قلت للاخي مكمل علاجنا اثناء ما ضربتها نهاية ما كمل الزرق الابرة ماجد مباشرة اختنق وصار ازرق بدأ يطلع زباد من حلقه مباشرة انشلت حضنته رجعت لغرفة الدكتور قال راجع بسرعة رجعت للستدية كتاب البرقى صغير الهاي المضمدة قال هجيبي لذن الابر ضربه بالعضلة ابرتين بعد ما افادت توفه قلت لدكتور اخوي توفه قال لا 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 اريد اوكسجين امانة الله ورسوله اريد اوكسجين قلت لان مين اجيب لك اوكسجين وفعلا مين اجيب لان مراجع مين اجيب لك اوكسجين زين قال خابرنا على الاسعاف تعرف انت خابرنا على الاسعاف قال عشر دقائق قال حتشو شنو اتوفه قال انقله شي اللي اودين المستشفى قلت للا دكتور ما اش هي المستشفى تغلص المسوريتك من عدة حتى تضح براس المستشفى قلت للا الولد مات انت لاحق عليه قال حتش التمت علينا الناس يجاو اخوي نحنا بيتنا قريب على العيادة يجاو اخوي يجاو اهنا وناسنا قال له واحد من اخوتي قال له اذا اخل المستشفى تسعد انت ويال وصلنا المستشفى سئل الدكتور الموجود داخل مركز صحيح مان نهران فهو جاوب بالانجليزي دعوه لي الاوكسجين ماك تنفس الدكتور قال يجيبوا لي مصاحة الكهرباء هو ميت بعد يا تنفس؟ هو ميت هو ميت بعد الدكتور يدربت حتى يخلص حتى يقول لك موان الموت حتى يقول له هذا مات حتى الدكتور بعدين توفى احنا كعائلة تربوية شغلت عشائرية وهدى ما عندناها انشاء الله احنا اشتغلنا بالقانون بس للأسف للأسف اليشتغل بالقانون ينظلم اليوم يا أستاذ قحطان هسا بلحظة انتو اشتكيتوا عليه؟ اشتكينا عليه القانون شي يقول؟ القانون يقول انتظر التقرير المشكلة الطامة الكبرى ام التقرير التقرير تسعين تسعين يوم يلا طلع التقرير انا كون اشوفك ارفعلك الورقة وتسعين يوم ليش؟ تسعين يوم عمامة اوة هل يحللون دي نصور؟ والله ما اعرف تسعين يوم ليش؟ ليش تسعين يوم؟ اولله يارثني اكون يطلعنا مسؤول من خلال برنامج يقول يش يا بتسعين يوم؟ يعني هذه حادثة قتل هذه مو مو ميت مو يعني بالبيت وده يودو الشرحه بابا هذه حادثة قتل مو فاطع بي اي حتى نقول حيش فياستات اش يقول لي بالهانا بالاخر يطلع الناتج مال تلستنتاج اش يقول لي؟ يقول لم يثبت بالفحص المختبري وجود مادة سامة او مخدرة او اي ادوية او عقار لا يخالب اي ادوية لا يخالب شاشون مات الفقر الثاني المشكلة المشكلة الثانية ياريت وزير الصحي يسمع بيها ياريت مدير دائرة الطب العالي يسمع بيها يقول وجدت اثار علاجية زرق وريدي وعضلي يعني موجود اكل اضار بنا ابرى بالوريد وبالعضلة زين ماذا لون هناك لم اخذ علاج وهنا وجود اثار علاجية زرق وريدي هذه مشكلة طبعا هذه مشكلة شبيرة فانت يا وزير الصحي لازم تعرف هاي الناس جاه تشتغول داخل هاي المؤسسة المهمة بها مصير الانسان اللي هي دارة الطب العدلي ايش قد يعلم الله ايش قد اكناس مظلومة مثلنا فيا استاذ محطان انت شفت الفيديو الولد نزل يمشي وبعد اكو فيديو داخل المجمع يمشي وراح للصيدلية جبنا المغذان وارجعنا الغرفة يمشي وطلع قدامك داخل الفيديو متوفي والطبيب الحد الان دايمارس عمله والنقابة الأطباء ما سوت شي والأزارة الصحة ما سوت شي والصيدلية بعدين فتحها اللي هي اصلا حاطة معلمات بكان الصيادلة انا حاجك لليوم اليوم الى نفس الوقت هذا اللي حاجك بي هس هو مفتح ويشتغل 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 القاضي لحد اليوم ما بات بأي قرار زين غير القاضي يستدعي غير يستجوبه غير يقول له تعالي قال الاهل الناهوان يعرفون منطقة منطقة الاربعتالاف مقابل اعدادية النعيم للبنات مقابل اعدادية النعيم للبنات مقابل اعدادية النعيم للبنات اسمع يا رئيس المزراء نعم قول هس يقول هنا ماكو علاج ثابت هاي الادلة الجنائية اللي اجت بيوم الحادث هو شل مباشرة نخابر على العيادة سده والعيادة مالته وطلع اجت الادلة الجنائية قال يا هتشانو يا قلت رماني قال امشي انا العيادة ادليتهم بالعيادة فتحوا العيادة لقوا العلاجات صوروها واخذوا الكاميرات هس العلاجات الراشية والعلاجات وكلها موجودة يمي قاضي يعني انا بقولوا قاضي شو منتظر من القرار رحمة الواليك انا هس اليوم انا اناشد على مد الوقت داهمني اناشد رئيس الوزراء انا اوصل صوت اوصل صوت هذا العراقي وكل العراقيين هاي الفوضى الطبية اللي دا صير هاي كارثة هذي كارثة بحق العراقيين دكتور سلام عيادته وصيدليته والدنيا مالته كلها غير مجازة ليش زيانو من يموت عنده واحد هذا روح ترى هذا حش السامع يعني مو بزون هذا بشر هذا عنده اطفال عنده اوم عنده اب عنده عشيرة عنده عائلة هذا من يموت على ايد وين الحساب يعني اسا حيدر حيدر لو رايح ضرب طلقات على عيادة هذا الدكتور كان طلع حيدر ارهابي لا تريدون بالعشيرة يجيب حقه ولا تريدون القانون يضطي حقه احنا الناشد السيد فايق زيدان اكو قضايا لازم مشكون تسريع باتخاذ القرار بيها هالي ارواح ناس يا وزير الصحة يا نقابة الاطباء يا نقابة الصيادلة روح ارفع علينا دعاوي لانه احنا نقول الصيدليات غير مجازة لانه احنا نقول انه يجيبون الناس مختصاص يحطوهم صيادلة عمي ترقعت السودة ترقعت السودة عليكم اروحوا رفعوا دعاوي ترقعت السودة عليكم شوفوا شغلكم المو قدهو مو كفو خليطلع عمي موتونة عمي شعب مات كل واحد عنده وسطه يروح يطمطم ومور ويسد وكل واحد حزب واي يروح يطمطم هسه ما مكافينه اغلب الاطباء قصابين قصابين مو اطباء حيدراني ااسف والله انا اسف يا استاد انت صارت عصيب المقهرة بس شفته والله العظم شفته الحقيقة والواقع يعني انا بس مجرد انا بس مجرد شفته الحالة انا بس مجرد شفته الحالة شون ما هو اخوك واخويا يكيد طبعا اخويا بالعراقي اي عراقي هو اخوك واخويا يا استاد قاحطان بس طلب الصغير يبقى من عندك هذا المناشد يكون تبقى تستمر الى ان يستجابون انه احنا ناس مشينا بالقانون هم لازم يحترمون القانون شاء الله شاء الله شكرا اليك حيدر شكرا لثقتك ببرنامجك شكرا للمشاهدة